تضالي يا فندي بتاعت أمي بقول لي حضرتك يا شيخ في الوقت أنا الحمد لله بصلي وبأسمع القرآن كويس بس في الوقت الموضوع إن أنا تيت فيه هزة بجسمي ما بقى نيمة هزة هزة بجسمي ما بقى نيمة أقوم بحس أن أنا حقع أقوم مبضوضة فيه ألم في راسي بقى الصرافي أما بقرب في الشارع أجيب حاجة بحس أن في حاجة بتضغط بي لفح في البيت بقى كويسة هو أنت يا حبيبة قلبي روحتي لدكتور روحتي لجميع الدكاترة أخذ دكتور قال لي جوزي مشكلتها مش مع الدكاترة قالك إيه؟ قال مشكلتها مش مع الدكاترة مشكلتها مع الشيخ فيه دكتور بيقول كده يا أمو يوسف فيه دكتور قال كده يا دكتور إيه بقى كان تخصصه إيه معلش قانفو أذن قالك روحي لشيخ مش قادرة أستوع بالكلام بصراحة روحتي لدكتور أعصاب أو كده ممكن يكون عندك مشكلة في الأعصاب روحتي والله أس مخ وأعصاب مخ وأعصاب روحتي وعملتي أشعات وعملتي رانين وعملتي كل شيء لا أولا ما طلبش مني طراحة أشعاع ولا أشعاع ولا رانين ولا حاجة بالكلام كده الدكتور بيكشف مخ وأعصاب آه 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 الداني برشان مهدئ الداني مش عارت برشان كده تعب طيب يعني أنت جيت للشيخ وأنا هقول لحضرتك الشيخ هيقول لحضرتك ربنا يا شفيك وعافيكي أنت قبل ما تنام عليك بمسألة الرق يا بس آية الكرسي والمعاوذات ثلاث مرات ده اللي أنا أقدر أقولولك لو حصب بقى واستمر الحاجة كده لازم تشوف دكتور شاطر يبدأ يشوف إيه الهزة دي ممكن تكون مثلاً حاجة فيه حاجة أنيميا مثلاً ممكن يكون تعبانة من شيء معين طبعاً عموماً ألف سلام عليك يا أمي يوسف وبرضو يا شيخ أحمد قل لها طيب الرقية الشرعية محاوظ قلنا الآية الكرسي والمعاوذات قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل ألاحي ثلاث مرات قل أراهم كده في إيديك كده قبل ما تنام قبل ما تنام إراها في إيدك وبعدين انفخي في إيدك وامسحي جسمك كله ثلاث مرات يعني أقرأ قل ألاحي قل أعوذ برب الناس مرة وانفخ وامسح جسمي وبعدين اراها مرة تانية وانفخ وامسح جسمي ده النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم ان استمرت المسألة دي انت تحتاج إلى يعني تشوفي طبيب شاطر في المسألة لكن ما فيش طبيب يقول لك علاجك مش عندي علاجك عن شيخ تشغل صورة البقرة في البيت وكده ما هي بتقرأ تلاتي ايام بطول انا بقرأ القرآن وبصلي بس هو احنا عندنا بس اذكار النوم يعني اذكار النوم التحصين بتاع النوم ده مهم جدا يعني القرآن كله بركة يا أستاذ دعاء القرآن كله بركة يعني لو ما قردت مسألة صورة البقرة وقردت اي صورة تانية هل ده ينفع اه ينفع القرآن فيه شفاء برضو احاولي تروحي لدكتور مخوة وعصاب شاطر كده وممكن دكتور نفسي لساعة الحاجات المرض المشاكل النفسية وتعمل اعراض نفس جسدية زي اللي هي بتقولها عندي رأي ما ينفعش يا أخوان اني طبيب يجي يتكلم وقول مشكلتك مش عندي ده عندي شيخ الشيخ مش يعمل حاجة الشيخ مش طبيب الشيخ طبيب في منطقته بس في الحكم في الحلال والحرام في ان هو يقرب الناس الى الله عز وجل لكن ما ينفعش لو ما عندكش علاجه وقل ما عندش علاجه وشوفي دكتور تاريشي بس في واحدة صاحبتي كان عندها مشكلة قريبة من كده جدا وفي الآخر الدكتور وجهها الدكتور نفسي وطلع عندها مشكلة نفسية وبقت زي الفل الحمد لله